اهلا وسهلا فيكم اليوم الجمعة انبوكس كوفي بريك بالعربي واليوم رح نحكي عن الخذلان وعن خيبة الامل الحقيقة سألتكم عن ايش هاي حنين سألتكم عن ايش بتحبوا تحكوا واجاني رسائل كتير انو نحكي عن الخذلان الخذلان خيبة الامل ليش الناس بتكذب كيف اتعامل مع الناس المواجهني يعني كتير اسئلة من هذا النوع ففكرت اليوم كيف بدي احكي عن المواضيع هاي كلها بس الحقيقة لما فكرت بالموضوع رأيت انو كله بتعلق باشي واحد بتعلق فيك انت فهلأ رح نشوف مع بعض كيف انو الخذلان وخيبة الامل كل الديسابوينتمنس اللي بتيجي للواحد بالحياة كيف لها علاقة فيك انت لا بالقدر لا بالظروف لا بالشخص الاخر وبالنسبة الي هذا الاشي بيرجع قوة الذات مش بيسلبها فحتى لو باعتقادك انو التاني غلطان الحقيقة لما تعترف انت بتصرفك او وجهة نظرك مش مظبوطة كتير رح تحس انك كتير هقوة من قبل فخلينا نشوف مع بعض وتذكروا اني ملا بشوفكم ملا بس معكم شو رأيكم بها الموضوع؟ اول اشي بحب اشارككم بعض الاسئلة اللي اجت منكم انو كيف نتعامل مع الاخرين وليش الاصدقاء التانيين بيخذلونا سؤال تاني اجا انو نحكي عن الكذب سألت المشاركة من اي ناحية قالتلي انو صار شي عادي انو الناس تكذب اما بيكذبوا عشان يردوا العين اما بيكذبوا عشان يعني الناس ما تحسدهم ما يكونوا سلبيين بعدين اجاني كومنت تاني مرحبتين ممكن نتكلم كيف الشخص بيحب نفسه باختصار احنا عملنا حلقات عن كيف نحب عن نفسنا ممكن اني ارجع هقدم شي جديد بس باختصار بتهيألي الواحد بيحب نفسه لما يكون صادق مع نفسه يعني بتهيألي انو الصدق مع النفس هو اللي بيجلب قوة الشخصية هو اللي بيجلب الثقة بالنفس طالما انت صريح مع نفسك لا شعريا الطرف الاخر الناس رح تنجبر انها تكون صريحة معك ورح تحترم هذا الشي وتحترم الشخصية شو رأيكم اوكي تعليق تاني اجا كل مواضيعك حلوة اوكي شكرا كتير في سؤال كتير حلو اجا من هاي المشاركة انو هي بالخمسين وحبت انها بعد فترة طويلة تباشر بالعمل تباشر بالشغل وشوي حست بخيبة الامل لانو كان اختيارها هو بس كانت الظروف كتير صعبة فتعبت الظاهر تعبت جسمانيا وشعرت بخيبة امل كبيرة وكان بدها تورجي ولادها انو لازم الواحد يضل يجرب ولازم الواحد انو دائما تجي فرص ويضل ايجابي فراح احكي عن هذا بالذات هاي المشاركة لانو باختصار يا اختي الواحد بيعمل الشي لانو هو بده يعمله مش بيعمله عشان يثبت لأولاده شي تاني فهذا بقانون صحر انو الواحد اول اشي يهتم بنفسه يشتغل على تطوير نفسه يبدأ بانو يكون صريح مع نفسه لانو رح تستنتج كتير اشياء رح تريحك من وجع الراس يعني الواحد بيعمل شي مش عشان يبرهن شي ويعمل من حاله مثل للاخرين هذا بيجي بعدين لما تبقي مرتاحة مع نفسك وحياتك ماشية مزبوطة اوكي في واحدة من قططي بده تدخل على الكاميرا بيجي بعدين بس انو تضغطي على نفسك وتشتركي بوظيفة انتي اصلا مش مرتاحة فيها بس عشان تثبتي نقطة فهدي كان ثمنها كتير غالي عليكي فما بنصح انو الواحد يعمل هيك هاي انجلا انجلا is my friend and colleague from england and she's learning Arabic through unbox coffee break اوكي هون في مشاركة بتسأل انو عم بيروح عليها الكوفي بريك فحبيت اذكركم يا جماعة انو كل الكوفي بريك موجودين على اي جي تي في هلأ في كتير ناس مش عارفة وين تلاقي الاي جي تي في لما بتروح على صفحتي تبعت الانستغرام رح تلاقي فيه تلت رموز فوق الصور اول رمز اللي هو الفيد الرمز اللي بننص زي تلفزيون هذا هو الاي جي تي في اذا ضغطوا عليه بيطلعوا كل الفيديوز اللي موجود على الاي جي تي في فاذا راحت عليكم اي كوفي بريك خاصة اليوم الجمعة مع انو انو انتو طلبتوا يوم الجمعة بس يمكن ان الكل مشغول مع العيلة مع الاطفال فمش مهم ابعتوا لي مسج باي وقت بابعت لكم الفيديو اذا ما عرفتوا تندلوا بس كل افلام الاي جي تي في موجودة تحت الزر تبع الرمز اللي هو التلفزيون اللي بنص الفيد بدي اشوف اخر كومنت ولا هدول هم كلهم طيب فاذا اليوم راح نحكي عن الخذلان وخيبة الامل فبالنسبة الي الخذلان وخيبة الامل هم نفس الشي ليش نفس الشي لانو خيبة الامل خلينا نبلش بالخذلان يعني الخذلان انو when people betray you او people let you down فالخذلات انو هو اللي احنا منتوقعه من الاخرين يعني حطينا الاخر بمرتبة عالية جدا او على منصة او ما شفناهم على حقيقتهم احنا كملنا من عنا ركبنا وصلنا النقط وحطينا النقط على الحروف وعملنا هالصورة بعدين هم ما طابقوا تصرفهم شخصيتهم الى اخره ما طابقت هاي الصورة اللي احنا بنناها لقلهم احنا بنناها الصورة لقلهم مش هم فبتحصل خيبة الامل وبحصل الخذلان هلأ اذا هم عندهم تصرف سلبي يعني من النوع اللي بيكذب بيخدع الى اخره هذا ما راح احكي عنه انا لانه بتعرفوا سياستي بالنسبة لسواق السيارات الدنيا زي سواق السيارات انت مسؤول عن حسن قيادتك للسيارة انت اما كيف التاني بسوق الله معه فلو منبدأ بس اولا يعني من ناحية الادراك والتطوير الذاتي اذا منبدأ بس انه نركز على نفسنا نكون صريحين مع نفسنا نتواصل مع شعورنا وافكارنا احنا قبل ما نفكر بالتاني ايش بيحكي وايش بيتصرف لازم نعرف نفسنا اكتر لانه لو قدرنا نواجه كل حسناتنا وسيئاتنا اولا حيكون في صدق في التعامل وتانيا رح تفهم الاخر طالما انت بتفهم نفسك وبعدين رح اقولكم ليش هذا بالنسبة للخدلان بالنسبة لخيبة الامل ليش احنا بخيب قبلنا بمين يعني بخيب قبلنا في نفسنا يعني لما انا اخذ وظيفة وما انبسط فيها وما ارتاح فيها انا يعني قراري هذا كان طبعا هذا اذا الواحد ما نغصب بشغله هذا كان قراري فاذا انا مش مرتاحة مع قراري معناته انا اللي عم بخذل نفسي فاذا نرجعنا الخذلان من الاخرين وخيبة الامل من شغلة انا عملتها هدول التنين بتشابهوا اول واحدة مش شايفين الناس على حقيقتها وتاني واحدة انا ما شفت الموضوع على حقيقته فهدول التنين حتى لو واحدة مع الاخر واحدة مع النفس برضو بترجع لمين لمين بترجع يا جماعة ترجع للكم انتو للشخص نفسه خيبة الامل اذا والخذلان هي عبارة عن شعور بعدم الرضا يعني لا انا راضي عن الاخرين ولا انا راضي عن نفسي وحكينا بفنجان قهوة مع سحر قبل انه عدم الرضا هذا عن انفسنا بيمنع التطوير الذاتي او بيوقفه وبيمنع الادراك الاعمق للحياة للشخص للتصرفات سواء انت او الغير ليش افرض او افرضي طبعا انا بحكي بلهجة المذكر بس عشان اسهل اف افرضي انه في عندك اولاد جيتي توبخي الولد لانه مثلا ما عمل الواجب ما تصرف بطريقة صحيحة هذا الولد لما يتوبخ تفتكري رح يسمع كلامك هل انتي اعتطيله حافز عشان يسمع كلامك نفس الشي توبيخ الذات لما نوبخ لنفسنا ونقول اف انا خذلت نفسي وكيف اخلي يعمل هيك او كيف انا قررت هيك او كيف نقيت هالوظيفة هذا كله عدم رضا لا يؤدي الى التطور والرقيء من ناحية ادراكك لنفسك او من ناحية ادراكك للعالم وكيف الدنيا ماشية يعني ايش يسلبي لا بيودي ولا بيجيب فمنضحك على حالنا فوجود عدم الرضا مش ممكن يحصل يعني طالما انت او انت مش راضي على نفسك مش ممكن يحصل عدم الرضا ومش ممكن يحصل اي تطوير ذاتي فاذا الواحد بده يخفف الالم ويفهم الحياة اكتر بس بده يكون صريح وعاطفيا شوي يفصل ما ياخد كل الامور بشورة شخصية عشان يقدر انه يمشي مع الحياة اشتركوا في القناة